العلاج جواك المزارة الصحة والسكان ايه هي بالضبط الخطوات اللي احنا اخدناها فعلاً علشان يبقى عندنا مراكز في المحافظات مخصصة تحديداً للتبارة بالبلازما في الحقيقة احنا ابتدينا في المشروع ده من حوالي ثلاث سنين مع معالي وزيرة الصحة لما تم اختيار مراكز خدمات نقلة الدم القومية ان هي يتبقى يتعمل فيها مراكز تبنيع البلازما اول حاجة كان اهتمام معالي الوزيرة بتدريب الناس والكوادر اللي حتقوم على المشروع فتم ان احنا سفرنا مراكز تجميع البلازما برا وشفنا التصنيع وشفنا الاجراءات اللي بتتم برا وطلعنا على كل المعايير الدولية وارشادات منظمة الصحة العالمية وممارسات التصنيع الجيد في مجال تصنيع البلازما وتجهيز المراكز دي كانت المرحلة الاولى بعد كده كان فيه خبير اجنبي كان موجود معانا علشان رسمات الهندسية الخاصة بالمراكز علشان تبقى مطابقة للمواصفات العالمية وبعد كده كانت مرحلة الانشائي الجزء الانشائي والجزء التجهيزي للمراكز بالاجهزة سواء اجهزة فاصل البلازما واجهزة المعمل المركزي اللي حيقوم بفحص عينات المتبرعين بالبلازما بحقيقة كل الاجهزة كانت يعني على اعلى مستوى وتم اختيارها بناءا على المواصفات العالمية بتماسل بالضبط مركز تجنيع البلازما الموجودة في أروه ان العلاج جواك المشروع القومي للتبرع بالبلازما مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الزادي من مشتقات البلازما الموقع الالكتروني plasma.mohp.gov.eg الخط الساخن 15-335 المترجم للترجم للترجم للقناة